العلاقات الأمريكية الروسية يعني تعيش ليس أفضل حالتها للأزف الشديد الوقت الماضي أو في الأونة الأخيرة البعض استعقل ربما بعد فوز ترامب وتوقع أن تشهد هذه العلاقات طفرة كبيرة لم يحدث يعني من المسؤول عن ذلك؟ أنا أعتقد لا أحد مسؤول عن ذلك سيد ترامب أو أوجد نفسه في مأزق داخلين في الولايات المتحدة ومن هنا نبع ربما عدم التقارب لأن حتى الآن من فترة طويلة حتى يومنا هذا يلاحق ترامب على علاقاته الخاصة ربما بالروس قام بتغيير نصف مكتبه ويعني حتى الآن لا يستطيع إثبات قوميته لدى المحافظين القدود في الكونغرس مع أنه حظي بدعمهم أثناء قرار القدس أو تأكيده على قرار نقل الصفارة لكن حتى الآن ملاحق ممكن نسميه من قبل هؤلاء بيتعاموا وبتعاموا مع الروس أنا أعتقد بعد فاوز بوتين في الانتخابات بهذه النسبة أنا أعتقد الأمريكان سوف يغيرون من سياستهم في المستقبل القريب ربما صيفا